السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم عاشر اشتعت لكم كتير اليوم ان شاء الله بدنا نكمل اخر جزء من هاي المادة اللي هو فصل تضاريس قاع المحيط اخر شي وقفنا عنده احنا كان هادو اطور معرفتي اللي هو شرحناه بالفيديو الماضي هلأ بدنا نكمل الاخديد البحري اللي هو كان اخر جزء من اجزاء تضاريس قاع المحيط اذا بتتذكروا لما هون ونشرحنا بهذا الشكل حكينا تضاريس قاع المحيط الرئيسي عبارة عن اربعة حافة قارية قاعر محيط ظهر محيط واخديد بحرية هلأ احنا اخذنا هدول التلات بالفيديوهات السابقة اليوم بدنا نكمل نحكي عن الاخديد البحرية اول اشي بدنا نعرف وين موجود الاخديد البحرية زي ما انتو شايفين بهذا الشكل الاخديد البحرية بتكون موجودة عند حافات القارية احنا سمينا انه هاي المنطقة كاملة هيك هاي اسمها حافة قارية بما تحتويه من اجزاء اللي هو رصيف قاري ومنحضر قاري ومرتفع قاري هاي كلها اجزاء للحافة القارية اللي هي بتمتد من هون هلأ هذا المكان الضيق اللي عمقه كتير كبير وطوله جدا كبير بنسمني الاخديد البحرية ويوجد عند الحافات القارية غير المستقرة ليش؟ لانه انا عمت الحافات القارية الحافات القارية رح تكون عبارة عن نوعين يا اما حافات قارية مستقرة يا اما حافات قارية غير مستقرة وشو الفرق بين التنين؟ اذا كانت مستقرة بيكون عندي الحافة في الصفيحة نفسها يعني بيكون انا عندي الحافة هاي عبارة عن جزء من المحيط بيفصل بين القارة والمحيط بس التنين عن نفس الصفيحة يعني انا عندي صفيحة هاي هاي الصفيحة في عندي هون حافة قارية هون بيكون يابسة وهون بيكون محيط يابسة يعني قارة بس لازم يكونوا شو؟ ضمن نفس الصفيحة هاي بسميها حافة حافة مستقرة تمام؟ هاي الحافة المستقرة اللي هو بتكون ما بين اليابسة والمحيط لكن دمن نفس الصفيحة اما غير المستقرة انا بيكون في عندي صفيحتين هاي صفيحة واحد وعندي صفيحة اتنين تمام؟ هلأ الجزء اللي ما بينهم هات اوكي بتكون المنطقة عنده هون نشطة زلزاليا وبركانيا زي ما حكينا دائما الزلازل والبراكين بتكون نشطة وين عند حدود الصفائح هلأ هدول الصفيحتين واحدة بدها تكون منهم محيطية والتانية بدها تكون قارية وزي ما اخدنا انه دائما الكتافتها اكبر اللي هي المحيطية تغطص اسفل القارية مسبب النشاط الزلزالي اللي كتير كبير فالحافة اللي بيناتكم بنسميها حافة غير مستقرة ودائما عندها في هاي المنطقة بيتكون الأخدود البحري تمام فلما حكينا هون الأخاديد البحري وين تتكون تتكون عند الحافات غير مستقرة ليش سميناها غير مستقرة لانها منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا بتكون موجودة بين صفيحتين أحدهما محيطية والأخرى قارية المكان اللي ما بينهم بنسميه الأخاديد البحرية أوكي نرجع حلق لهون عشان نجاوض الأسئلة اللي موجودة أين تمتد الأخاديد البحرية زي ما حكينا عند الحافات القارية غير المستقرة أعطي وصف للأخاديد البحرية من حيث طولها شفناها بالشكل كتير كبير من حيث عرضها فهي ضيقة جدا وعمقها برضو كتير كبير بدنا نعرفها هي من المعالم المهمة في قاع المحيط تتميز بطولها الكبير عرضها الضيق عرضها الضيق وهي أعمق مناطق قاع المحيط بتتكون هذه الأخاديد عند الحافات القارية غير المستقرة برضو نرجع نأكد عليها هاي غير المستقرة طيب كيف بتتكون الأخاديد البحرية بسبب التقاء صفيحتين مختلفتين في الكثافة زي ما حكينا قبل شوي الضغوص الصفيحة الأكثر كثافة تحت الصفيحة الأقل كثافة مكونة منخفضا عميقا يصل عمقه في بعض المناطق 11 كيلو متر مثل أخدود مريانا في الفلبين ويمكن أن يصل طوله إلى 3700 كيلو متر مثل أخدود ألاسكا وعرضه يصل إلى 100 كيلو متر مثل أخدود البيرو تشيلي وبهاي الخريطة موضحين لك الأخاديد الموجودة في القارة المتجمدة الجنوبية وبأمريكا الشمالية وبأستراليا وبأفريقا أوروبا وأيسيلندا وأكثر من ما كامل طيب بدنا نقارن بين أجزاء الحافات القارية من حيث الرصيف القاري المنحدر القاري المرتفع القاري من حيث الانحدار والعمق زي ما انت شايف بهذا الجلو الرصيف القارий منحداره 1 بالعشرة المنحدر القاري 4 المرتفع القاري 1 درجة العمق الرصيف القاري 200 متر المنحدر القاري من 200 ل 2500 والمرتفع القاري عمقه من 2500 ل 4000 متر ارسم مخطط مخطط اللي هو هاد دقيقة اللي هو اول اشي بنرسم خط هاد اللي بدي اعلملكم عليه هلا باللون الاخضر رسمته اول شي بعدين هون حددت المنطقة اللي قريبة من اليابسة هاي هاي اليابسة والمنطقة القريبة منها بسميها رصيف قاري المنطقة المنحدرة اللي بتيجي بعدها اسمها منحدر قاري وبعدين بيجي ارتفاع شوي صغير بعد المنحدر القاري بسميه المرتفع القاري طيب يمكن ان تكون الحافات القارية مستقرة او غير مستقرة ابحث فيه سبب تسمية كل منها بهذا الاسم والفروقات بينها برضو شرحت لكم يا قبل شوي بس نرجع نذكر فيه حافات المستقرة هي الجزء من المحيط اللي بيفصل القارة والمحيط بس لكن ضمن الصفيحة نفسها هاي كتير مهمة ضمن الصفيحة نفسها بتكون الحافات شو مستقرة غير مستقرة بتتكون عند حدود الصفائح يعني لما تلتقي قارية محيطية مع بعض وهي حافات نشطة زلزالي النشطة بسوي حدوث الزلازل بالبراكين زي ما حكيت لكم قبل شوي وسببها غوص الصفيحة المحيطية الاكثر كثافة تحت القارية الاقل كثافة وتنتهي الحافات غير مستقرة باخدود بحري عميق دايما بتنتهي بخدود بحري عميق هلا رح نبلش بالملوحة كتير بننزل على البحر الميت بنلاحظ انه الملوحة فيه جدا عالية وكمية الاملاح اللي بس نطلع وبتنشف علينا بتكون كتير كبيرة دليل على انه ملوحة البحر هاد كتير كبيرة طب من وين بييجي للبحر للبحار والمحيطات الاملاح فهذا النشاط التحليلي معطيكي نسب للآيونات الرئيسية الذائبة في مياه المحيط خلينا نشوف انا عندي 96.5% ماء و3.5% عبارة عن املح شو همي هدول الاملاح هدول الاملاح عبارة عن سي أل اللي هو الكلور إن أل اللي هو الصوديوم إس أو فور ومجي بلاس تو وسي أو بلاس تو وكي بلاس طيب هلأ مين أعلى إشي فيهم اللي هو نسبة السي أل اللي هو الكلور تمام وأقل شي اللي هو الكي اللي هو البوتاسيوم هلأ إذا بدنا نلاحظ في عندي أنا آيونات سالبة وآيونات موجبة من الآيونات السالبة اللي هي السي الماينس والس أو فور اللي هو أكسيد الكبريت هو هدول السوالب تمام والموجب اللي هو آيونات الصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم أذكر أهم الأيونات اللي موجودة في مياه المحيط اللي هي زي ما حكينا الكلور الصوديوم الاس أو فور ماينس اس أو فور ماينس تو الام جي بلاس تو سي اي بلاس تو والكا بلاس أي الأيونات نسبة وجودها في مياه المحيط هي الأعلى ولماذا زي ما شفنا هون من النسب أعلى إشي لمين للكلور ومين كمان بعد الكلور بيجي الان اي طيب ليش هدول أعلى إشي لهو الان اي والسي أل معناته هم أكتر إشي بدوبوا عشان هيك نسبتهم كانت عالية موجود لأن ذائبيتها عالية وتكون محاليل ذائبة في الماء طيب ما العوامل التي أدت إلى اختلاف نسب هاي الأيونات اللي موجودة هون أول إشي مقدار ذائبية العنصر في الماء فيه عناصر بتدوب بسرعة وفيه عناصر لذائبيتها بتكون قليلة لهيك نسبتها بتكون أقل بعدين وفرة العنصر في الطبيعة تقوم بعض الكائنات الحية باستهلاك بعض العناصر مثل سي أ في بناء هياكلها يعني ممكن هدول عناصر أصلا كمياتهم تكون قليلة في الطبيعة ليش لأنه إحنا منستخدمهم أكتر في بناء الهياكل تحت الكائنات الحية استهلاك بعض العناصر في دورة الحياة البحرية زي مثلا البوتاسيوم نسبته قليلة لأنه بيدخل في تركيب أرسام الكائنات الحية والعامل البيو كيميائي اللي هو زي ما حكينا أنه بتدخل في بناء هياكل الكائنات الحية ما التسمية التي تقترحها لمجموعة الآيونات الذائبة في 1 كيلوغرام من مياه المحيط اللي هو الملوحة اللي أصلا درسنا بيحكي عنها طيب نكمل ونشوف الملوحة شو بنا نحكي عنها توصلت من النشاط السابق إلى أن أعلى نسبة للآيونات الذائبة في مياه المحيطات هي آيونات الكلور والصوديوم التي تكون ملح الطعام اللي هو عبارة عن ايش N-A-C-L ملح الطعام ثم آيونات الكبريتات والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم إضافة لآيونات أخرى وأطلق مصطلح الملوحة سلينتي للتعبير عن كمية المواد الذائبة في الماء ويعبر عنها بترائق مختلفة وأكثرها شيوع ننحقظهم هدو اللي هو جزء لكل ألف جزء بالمية غرام لكل كيلو غرام أو بحسبها اللي هو نسبة مئوية إذا كانت الملوحة قليلة كملوحة مياه الأنهار والبحيرات باستخدم لها النسبة المئوية يبلغ متوسط الملوحة لمياه البحار والمحيطات 35 جزء بالألف ملوحة مياه الأطلسي مثلا 34.8 بينما تصل ملوحة البحر الأحمر إلى 38.8 طيب هلأ نكمل الفيديو اللي وراء